اهلا بخضراتكم مرة تانية مشاهدين احنا لظروف اجلنا فقرة الصحافة وبدأنا مع حضراتكم بفقرتنا الاخيرة هتكون معانا دلوقتي نورنا ضفنا في الستوديو مهندس محمد البستاني نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس جمعية مطورة القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية من نور يا فندي اهلا بحضرك واهلا مشاهدي ميسات اهلا بك يا فندي يعني احنا اتكلمنا عن الجهود المصرية الكبيرة اللي بتقوم بيها الدولة في كل المجالات اهمها الاستثمار وجذب المستثمرين الدولة بتعمل حاجات كتيرة جدا علشان تجذب الاستثمار ويكون مشجع للمستثمرين ان انا اجي واشوف ايه اكتر الحاجات اللي انا ممكن اطور فيها ايه اكتر الحاجات اللي انا ممكن استثمر فيها وتكون عامل جذب للمستثمر الاجنبي اهم الحاجات دي الاستثمار العقاري وده اللي شايفينه الفترة دي صحيح باش مهندس يعني احنا دلوقتي بقينا فترة طفرة اقتصادية وطفرة يعني خصوصا في المجال الاستثمار وجذب المستثمر الاجنبي اكتر الحاجات اللي بيتجه لها المستثمر الاجنبي خصوصا زي ما حضرتك كنا بنتكلم قبل الهوى وفي الاستثمار العقاري شفنا طبعا مشروع رأس الحكمة وشفنا قد ايه التطوير اللي بتقوم بيه الدولة في البنية التحتية خصوصا في الكباري وفي الحاجات اللي ممكن يكون المواطن مش فاهم قوي او مش يعني دي بتتعمل ايه يعني انا علشان اعمل كباري كتير جدا طب نشوف طبعا الكوميكس على الفيسبوك وعلى يعني على مواقع هتواصل الاجتماعي ان طب وانا هستفيد ايه كل دي عوامل بتكون جذب للمستثمر الاجنبي طيب اولا عايز اقول اوضح بس حاجتين قبل ما نتكلم في الملف دوت حاجتين السيتين اول حاجة يعني الموضوع بيرجع لعشر سنين ورا لما الدولة سنة 2014 في خمس سيد الرئيس تلم وبدأوا في 2016 يعملوا خط تنمية مستدامة لتنمية مصر ورفع مساحتها البنائية افقيا من 7% الى 14% دي اول نقطة كل الكلام ده ليه هو بيكلم في دولة كانت يعني بدأت تبقى مهترقة شوية وبدأ يبقى فيها مشاكل وبدأ يبقى فيها الزحام كبير جدا وكلنا بتوسع رأسي فكان لازم اتحط خطة طموحة ويتعامل بنية تحتية البنية التحتية دي اتعامل في كل جمهورية لان مفيش اي حد يجي استثمر في مصر وهي مفيهش بنية تحتية مفيش حد يستثمر ومش عارف يوصل للميناء مفيش حد يستثمر ومش عارف يمش في طرق مفيش حد يستثمر ودولة مفيهش مرافق فكان كل ده لازم يتبني عشان اعمل دولة وكانش بيبني الدولة بس في خمس سيد الرئيس كان مرحلة بناء الانسان وده هنتكلم برضو ممكن نكلم فيه في موضوعات اخرى زي حياة كريمة وحاجات تانية ده اول نقطة النقطة التانية تتكلم على الكباري موضوع الكباري ده جزء من المنظومة بتاعت الطرق وجزء من البنية التحتية احنا بالذات في القاهرة اتعملت دراسة من عشر سنين دراسة مرورية والخبر اللي جم قالوا ان السنة 2030 هتبقى سرعة تسير في القاهرة بالعربيات ستة كيلو في الساعة يعني انت لو مشيتي على رجلك كان احسن فكان يجب ان يوضع خطة لتفريغ القاهرة من الوزارات والتفريغها من الزحام وعلى التوازي ان هو بدأ يعمل يشق طرق جديدة ويعمل كباري عشان يقدر يسيطر ويعوض كل السنين اللي فاتت دي بل بالعكس النهاردة المشوار اللي كان بياخد مني نص ساعة او ساعة لاروب النهاردة ممكن تلاقي نفسك في خلال عشر دقايق وصلت المشوار بتاعك من القاهرة الجديدة او من العصام الادارية او من اي مكان الى وسط البلد فده كان الفكرة بتاعة موضوع كباري لما الناس بتاعها تسأل وتقول هو ليه كل الطرق دي وهو كل كباري دي دي نقطة تانية النقطة التالتة اللي هي اساس موضوعنا النهاردة لتصمار عقاري هو ايه الهدف من الاستثمارات او ايه المشكلة اي دولة دايما مشكلة اي دولة ان لازم عندها فقد من العملة الصعبة او يبقاش عندها عجز في ميزان التجاري ايه هو العجز في ميزان التجاري العجز في الميزان التجاري هو الفرق ما بينه اللي بيخش للدولة من العملة الصعبة واللي بيخرج منها احنا يعني الاسف الشديد ان الفترة اللي فات دي كلها كان دايما بيبقى فيه عجز في الميزان التجاري والطرير ان نلجأ لقروض وهو الاخر وحاجات من دي بالاضافة لما جات الكورونا زودت الازمة شوية ولما جات الحرب الروسية الاوكرانية عباء الدولة زادت كتير جدا لان اللي كان بتشتريه ب10 مليار دولار بقى بعشرين والامح والبترول وكل ده غيلي على الدولة فزود الاعباء بتاعتها بس بفضل الله حرب غزة كمان دلوقتي بس بفضل الله الدولة كانت شغالة والناس كانت كلها بتشكك تقولك الدولار بقى ب70 وبقى ب70 طب الدولة هتفضل سكتة لحقي الدولة مكنش سكتة الدولة كانت بتحبك الموضوع لان كنا احنا وصلنا قبل الحرب الروسية الاوكرانية كانت مصر مصنفة انها ممكن تبقى سادس اقتصادة على العالم وكل المؤشرات الاقتصادية كانت بتقول دوت وصلنا المرحلة ان احنا بقينا بي وبي ماينس واو الكلام ده في المؤشرات الاقتصادية بس بفضل الله الجهود اللي بزلت من الحكومة فيه خلال اول سنة دي وانبسقت عن موضوع رأس الحكمة والمشروع اللي هو ب35 مليار دولار كان هو بمثابة قبلة الحياة للاقتصاد المصري وتابعوا موضوعات اخرى زي المفاوضية الاوروبية لما جات رئيس المفاوضية جات مصر ومعاها برضو جاية بحزمة مساعدات ومنح حوالي 7 و 12 مليار دولار حوالي 8 مليار دولار وبدأ البنك الدولي كمان يعيد ثقته في الاقتصاد المصري وبدأ يدي منح اخرى والدولة شغالة على عدة ملفات لتحسين الاقتصاد والعجز في الميزان التجاري على رأس هذه المشروعات اللي هي بتحسن الدخل القومي من العمر الصعبة لاستثمار عقاري الاستثمار عقاري انهما ما يجيبش يكون في الداخل بس لا انا محتاج اصدر العقار يعني ايه كلمة تصدر العقار اننا مش يعني زي مثلا ما بنصدر برطقان وفراولة وفاكها ده البرى اننا اصدر الحاجة انما تصدر العقار اننا اجيب عميل اجنبي يشتري العقار عندي هي دي الفكرة بتاع تصدر العقار اوكي يعني انا يعني مثلا زي الامارات مثلا تيجي روح تستثمر في الامارات وتدفع بالضبط اوكي ده بالنسبة لملف تصدر العقار طب هو النهاردة اما نيجي نتكلم على ملف تصدر العقار هي مصر تصلح فعلا لتصدر العقار هل عندها هذه المقاومات يعني زيما النهاردة واحد بيصدر فاكه لازم يكون حاجة مميزة وحاجة حلوة وحيوية ومشعرف ايه كلام ده طب العقار في مصر ينفع يتصدر وهي اللي ينطبق عليه ان انا اقدر اجيب له عميل اجنبي اولا هناك عدة عوامل يجب ان تتوفر في الدولة اللي هي اللي عايزة تصدر العقار اول حاجة ان يكون فيه استقرار امني واختصادي وسياسي والحمد لله مصر بقى لها عشر سنين بقى عندها استقرار امني وسياسي وعسكري وتم القضاء على الارهاب بفضل الله مصر تسع اسكرية على العالم فهي الحمد لله تأمن شر الاعداء اللي حواليها لطولستوي بيقول فيه كتاب الحرب والسلام بيقول اذا اردت السلم فاستعد الحرب والحمد لله كان من ضمن الخطة واللي هي ضغطت على الاقتصاد المصري اللي هي تسليح الجيش ورفع درجة القوة بتاعته وده تم بعده طرق كتير جدا في الاصول البري والبحر والطيرات والقاعة من السرال البحرية والغواصات تم كل دورة بفضل الله في عصر في خمس سيد الرئيس وتم تقوية جيش تسليحه ليأمن شر اعداءه فاصبحت مصر دولة امنة وفيها استقرار واي حد يعني لو بييجي استسمى فلوسه مش عايز يخش في دولة فيها حروب وقلاقل لا عايز يخش في دولة مستقرة فالحمد لله وصلنا لهذه المرحلة من الاستقرار الامني والسياسي والاقتصادي والعسكري النقطة التانية ان اي حد النهاردة مصر فيها مقاومات اخرى ليه لاستمار عقاري اولا هي فيها تلت اثار العالم فيها شواطئ كبيرة جدا تتعدى لالفين كيلو سواء على شاطئ البحر الاحمر وشاطئ البحر المتوسط ونهر النيل وكل الكلام ده مصر بتتمتع بطقس ربيعي معتدل حتى الشتاء اشتاء دافئ في مصر ففعلا كل دي امور بتخلي اختيار الاماكن كمان بيكون مهم للمستثمر يعني زي ما شفنا اختيار مكان رأس الحكمة بالضبط انا لسه اكمل حضورك فاصبح ان مصر فيها كل هذه المقاومات للاستثمار العقاري هيفضل حاجة تانية طب مصر النهاردة هي في منافسة انت عندك تركيا بتصدر عقار عندك اسبانيا بتصدر عقار عندك اليونان بتصدر عقار عندك دبي بتصدر عقار طب مصر تتميز عن دور كلهم في ايه ان اصلا مصر اللي عملة فيها الجنيه اصبح مرخفض جدا طيب يبقى النهاردة العميل اللي ما يجي يشتري هيشتري يقدر بمبلغ قليل يشتري حاجة في مصر هيبدأ بقى النهاردة ازاي هو يختار ويتوجه ناحية هو عساس مر ايه يعني لو جينا مثلا للعميل الاوروبي العميل الاوروبي النهاردة وخصوصا اللي بيطلع معاش وخد له تلاث اربع معاش مش هيكافوه هناك ولا هيكافوه التدفئة بتاعته انما لو جي بهذا المبلغ البسيط جدا وخد حاجة بالقص بالقص هنا وسكن فيها هيقدر يوفر ويقدر يعيش حياته يعني الحاجات اللي بتكون غالية جدا العقارات غالية جدا بالنسبة مثلا للمواطنين في البلد نفسها لكن بالنسبة للاجنبي للاجنبي رخيصة بلضبط لان العملة الجنيه النهاردة يبقى يقرب من حوالي 50 يعني الدولار حوالي 50 جنيه فأصبح النهاردة فيه جذب للعميل الأوروبي فيه جذب النهاردة لجنسيات أخرى زي مثلا العراقي والسوداني والليبي واليمني النهاردة برضو فيه جذب لهذه الجنسيات عشان هم عندهم حروب وعندهم مشاكل وكده فأصبح البلد هنا مستقرة جدا بالنسبة لهم ويقدر ببالغ بسيطة يقدر يشتري عقار ويعيش فيه تعالي برضو الخليج النهاردة مثلا الخليج مش شرط تكون الناس عندها مشاكل الدول الخليج والسعودية يحب يكون عندهم سكن دهوم هنا أو البيت التاني عندهم في مصر اللي ما تتمتع به من حفاوة والسقبال وأنه هو بالنسبة لهم مصر لكن واحد عايش خص أهله بالنسبة للعرب فأصبح كل المقاومات موجودة وهناك بقى عميل آخر اللي هو جاي الساسمر طب هالمصر قابلة للإستثمار إحنا قلنا ده عميل لو عايز ييجي يقعد يبقى عند سكن دهوم أو عايز يستقر أو عايز أي حية من ده فهو النهاردة حتى العميل المستثمر يقدر ييجي لأن بعد الطفرة العمرانية اللي تمت في مصر خلال عشر سنوات اللي فاته وأصبح مصر فيها مدن جديدة تضاهي المدن العالمية بل تفوق المدن العالمية ولا الحمد لله لفد دول كتير في أوروبا وأسيا لا مصر بعد العاصمة الإدارية وبعد العالمية الجديدة وبعد المنصولات الجديدة وبعد السحل الشمالي وبعد 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 لا مصر تقدمت كتير جدا لا مش تقدمت فقط لا غير لا وسبقت وبعد تبني مع معايير العالمية وفيها استدامة وفيها جودة حياة فأصبح النهاردة اللي بيجي يستثمر هو عارف بيحط فلوسه فيه نعم نمرت بقى تاني إن هو النهاردة المستثمر لو هو مش جاي يسكن لو هو جاي فعلا يستثمر عايز يبقى ليه عائد مصر العائد الإيجاري فيها من أعلى العائد العالمية يعني النهاردة أي عائد هتلاقيه في تركيا أو في الأسبانيا أو في اليونان الدول اللي حوالينا هتلاقيه من 2 إلى 7% لا مصر هنا من 8 إلى 10 إلى 12% يقدر يعمل عائد سنوي والناس بس ما تفكرش العائد ده تقارنه بعائد البنك لا العائد ده عائد تاني لإن عائد البنك يقاص إن العقار تمنه زاد ولا لا فهو بياخد العائد ده والعقار بتاعه تمنه وبيزيد بأزيد بالبنك كمان يعني ما حدش يقارن العشرة بالمية دي يقولك ده لأ ده البنك حصل لا ملاحش علاقة بالبنك ليه؟ لإن ده عائد غير إن العقار نفسه تمنه وبيزيد وبيرتفع عشان كده بيعتبر العقارات هي الملازل الآمن هي الملازل الآمن طبعا ونتكلم فيها ويحسن بالدهب ويحسن بالدولار فأصبح النهاردة الاستثمار في العقار هنا في مصر مهم جدا بالإضافة حد يجي يقولك طب أنا لو اشتريت لو أنا جبت مثلا مئة ألف دولار واشتريت وجيت دولار غيلي هاجه أطلع طبعا أنتكون العقار بتاعك زاد طب والتعويمات ما هو ده مع التعويم يعني حتى لو حصل تعويم ما هو ما حصل تعويم إلا حصل إن العقار السنة اللي فاتت كان ثمنه سيء المتر بعشرين ألف النهاردة بقى باربعين ما هو زاد مع التعويم يعني هو حتى النهاردة العميل اللي بيجي يشتري أي واحدة سكنية أو تجارية أو إدارية حتى لو الدولار زاد ثمنه ما هو العقار بتاعه زاد بالإضافة أنه هو خد عائد كمان طول السنين اللي هو ما بعش فيها العقار فأصبح إن العقار من أميز الوعية الاستثمارية وبعدين ما بيكلفوش حاجة وفي حاجة تانية الناس مش متابهة لها الاستثمار والعوائد فيه الوحدات السياحية والفندقية إن هي بتتعدى من 15-20% أكتر كمان من التجاري والإداري والسكني برضو ده استثمار يعني ناس كتير ما تعرفش عن حاجة في الوحدات اللي هي السياحية يعني إن أنا بأجرها أنا أنت أجريها طبعا يعني في الغرداء مثلا أو في شرب الشيخ أو في القاهرة أو في أماكن مميزة عند الهرم يعني بيكون المستثمر الأجنى بيجاي بيشتري الوحدة دي سياحي إن هو يأجرها في الوحدة طبعا وفي الأوخات جوه أو خات جوه سيستم هم بيأجروله بيديروله بيعمل له كل حاجة ويديه العوائد بتاعته ودي حاجة متوفرة في مصر جدا بس العميل لازم يكون بيختار أماكن مناسبة وأماكن كويسة بحيث إن هو يقدر يبيع بسهولة ما ياخدش مكان كبير قوي ياخد مكان مميز عشان لو حاب يعمل إجزة بلان أو يطلع بالفلسفة الثانية يقدر يبيع بسهولة فأصبح النهاردة مصر قبلة للإستثمار عقاري بعد كل دوت طيب إيه اللي مطلوب فضال فيه أكيد شروط يعني أنا كمستثمر جاي أستثمر في بلد معينة زي ما حضرتك ذكرت إن لازم تكون بلد أمينة لازم إن أنا أكون ضامن العائد اللي رجع لي أنا كمستثمر بقى عايز أضمن العائد اللي هيعود علي من الاستثمار داخل البلد إيه اللي يخليني إن أنا أروح أستثمر مثلا في مصر طيب هو فيه الضمانة دي حاكتين ضمانة للدولة وضمانة للمكان اللي أنا راح أستثمر فيه الدولة مفرد ضمانات ديت وفعلا بتولي أهزم لها في اهتمام كبير جدا 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 لدرجة إنه هو منه لرياض سلوزر ويقدر إنه هو ياخد الضمانات الكافية من الحكومة المصرية يبدأ يفضل حاجة تانية بقى اللي هو إيه إنه هو يشتري في مكان يكون وعد يعني ينقل المكان اللي يشتري منه يشتري من مطور معروف مطور ليه تسليمات مطور واخد مشروع مميز طب أنا عارف منين مثلا يعني أنا المستثمر اللي جاي من بره بيكون هو عامل دراسة بقى بيعمل دراسة أو ييجي لأي مستشار هنا يعني أي مستشار عقاري يقدر يدله يعني أي حد إنت حتى لو نزل تشتري حاجة بتسأل صحابتك بتسأل أي حد تعرفيه طب ده كويس ده مضمون حتى الدكتور اللي تيجي أي واحد تعالج عن دكتور يسأله هو دكتور ده هي هو كده فلازم بيبقى فيه ريفيوهات على الشركة بيبقى فيه يعني لازم يدرس طبعا مش نروح أشتري من أي حد وخلاص حتى أنا بكلم من العميل المصري العميل المصري ما يجريش وراء سعر برضو قبل السعر قبل أي حاجة يدور على مطور يكون له سابقة عمال كبيرة وله ملاء مالية وقدم تسليمات كتيرة ويكون حتى المشروعات اللي عملها لها إدارة وصيانة لأن كم من المشروعات كبيرة طلعت وأهملت في الصيانة وأسعارها نزلت نتيجة أن ليس لها إدارة وليس لها صيانة وتلاقي الملاك مسكن في بعض طب إحنا يا بشمهندس لو بصينا للتأثير الإيجابي من ناحية سعر الصرف يعني مثلا الاستثمار وتأثيره على سعر الصرف وإن أنا أكون بقى مستقر في أسعار الصرف ما أنا بقول لحضرتك يعني العميل النهاردة حتى اللي بيجي اشتري اللي بيجي اشتري ده هي إما بيشتري كاش إما بيشتري قص اللي بيشتري قصة لو سعر الصرف أصلا زاد عليه فهو حجز الوحدة بالسعر القريب المصري إلا بقى لو هو كان متعقد بالدولار فبرضه سعر الوحدة ما هو بيزيد كمان لما سعر الصرف بيزيد هتلاقي الوحدة بتزيد لأن الحديد بيزيد والأسبانت بيزيد وما دل بناء كلها بتزيد فهي مفيش مشكلة خالص بالناحية دي يعني لو أي حصل أي تغيرات لأن هي في الآخر هي مش جنيه مصري هي وحدة عقرية وفيها دولارات الحديد ده دولارات والألمونيا دولارات والسلك النحاس دولارات كل ده فهي قمتها بترتفع مع ارتفاع العملة يعني فهدي ما فيهاش أي أزمة ولا فيها مشكلة ما فيهاش أزمة ولا فيها مشكلة بس ده بيعمل برضو تأثير إيجابي على الاحتياط النقدي في مصر الاحتياط النقدي مصر هتستفيد إيه بقى من تصدير العقار مصر لو بدأت تصدير العقار إن الناس جات تشتير هنا مفروض إنه اتحطت قوانين وحوكمة لهذا الموضوع إنه هو اللي عايز يشتير العقار في مصر وعايز يستفيد من الجنسية والإقامة والآخره فهو بالعملة بتاعته دي بتخش للبنك المركزي أو تخش لمصر والمطور المصري ياخد فلوسه بالمصري فيبقى الدولة كسبت والعميل والمطور المصري كسب إنه هو باع الوحدة بتاعته بالإضافة إلى إن تصدير العقار أنت عارفة إن صناعة البناء بيبقى فيها حوالة 90 صناعة فبيبقى فيها تشغيل ناس وتشغيل عمالة وبتحسل الاقتصاد وبتنمي صناعات أخرى في الدولة بجانب إن هي بتقلل العجز في ميزان تجاري ومفروض إن شاء الله الخطة الجاية إن الدولة أنا يعني واسق إنها هتكون شغالة فيها إنه هو إنه يبقى فيه فائد وليس هناك عجز في ميزان تجاري وإن شاء الله مصر يعني بعد الأزمات اللي تعرضت لها نتيجة الكورونا والحرب الروسية الأوكرونية ومصر عملت في يعني أنا عايز أقولك حاجة التصرف على مصر لا يقل عن 200 مليار دولار في العشر السنين دول الفلوس دي يا جماعة حتى ديون اللي علينا هي مراحيتش على الفاضي هي موجودة وتعامل بها شغل حضرية بتجاوب على الناس بتجاوب على أسئلة الناس آه لا لا أنا بقولك اتعامل بها شغل وتعامل بها حياة اتعامل بها طوله اتعامل بها بنية تحتية اتعامل بها حياة كريمة اتعامل انت روح يعني أنا يعني كنت في روح في كنت في الريف المصري من أسبوع عاملين أسفلت وعملين طرق وعملين شباب لا 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 وفي وفتحوا مدارس وفتحوا مراكز ثقافية عايز أقولك حاجة بتاع مبادرة 100 مليون صحة كان مفيش حد يعني نص الشعب المصري عنده التهب كبدي وفجأة اللي التهب كبدي اللي باقي ده اختفى راح فين وتم الدولة سيطرت عليه وفعلا الدولة عملت حاجات كتير جدا جدا وعايز أقول زي ما الحمد لله دولة نجحت انها تخفض سعر الصرف ان شاء الله الفترة الجاية أنا عندي أمل كبير جدا ان هناك مشروعات في الطريق في مصانع عدوية بتفتحها على مستوى في مشروعات كبيرة جدا الدولة لم تعلن عنها والأسف الشديد الإعلام في الدولة ما بيظهرش حاجات لكتير المواطن إنما أنا بحكم كرجل أعمال أنا بقى مطلع وشايف لا فيه مشروعات كبيرة جدا 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 محمولة ومش كل واحد قاعد شاف كل حاجة لا فيه حاجات كتير اتعاملت ومصر بخير ومصر فيها خطة كبيرة جدا لخطة زراعية غير الخطة الصناعية إن هو يبقى فيه خمسة مليون فدان مزرعين معه وبعدة عايزة اللي أتكلم فيها فندم دلوقتي عن المشروعات الخضراء يعني المشروعات الخضراء والعامل الكبير لها إن هي تجذب المستثمر واتجاه الدولة نحية العمالة الخضراء يعني العمالة الخضراء كمان فيه مركز البيانات لتشغيل المركز الوزير أو رئيس الوزراء هو صدق عليه مركز تشغيل البيانات الخضراء تمام عايزين نعرف بقى يعني في جزئية كده قليلة جدا اللي جاي بعد كده طيب هاولي حاجة يعني طبعا يعني أنا كنت بكلم في الأمن الغذائي أنا عايزة طم النسبة مصر ماشية في خطة أمن الغذائي كبيرة جدا هنتكلم بقى على موضوع العمالة الخضراء أو الاستدامة مصطلح الاستدامة ده أول ما ظهر ظهر في التمنينات معنى الاستدامة معنى اللي هو الحفاظ على حق الأجيال القادمة في المورد الطبيعية إن هما اكتشفوا فجأة إن كوكب الأرض بيتخرب وفيه انبعثات كربونية وهذه الانبعثات الكربونية والتلوث أدى إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض وهذا الارتفاع درجة حرارة خلى قطب الشمال وقطب الجنوبي الجبال الجليد تدوب ويرتفع منسوب سطح المياه وعمل تقطيع الشواطئ بدأت تتأكل وبدأ يحصل مشاكل كبيرة جدا وزلازل وبراكيل نتيجة هذا الارتفاع درجة حرارة فانتبهوا وبدأوا يعملوا مؤتمر الأرض سنة 92 لحد مصر كابت وينت سيفن في شرم الشيخ وكابت وينت ايد إن هما يقللوا من هذه الانبعثات الكربونية ويشتغلوا بحاجة اسمها استدامة أو العمار الخضراء إن هما يقللوا استخدام الوقود اللي بيلوث البيئة اللي هو الوقود الأحفوري اللي هو جاء من بطل الأرض زي البترول وفحم وكلام ده ويستعملوا حاجة اسمها يعني حاجة صديقة للبيئة زي الفريون صديق البيئة في التكيفات زي الطاقة الشمسية زي طاقة الرياح كل ده اسمه استدامة إن هو يعمل جود حياة ودي الخطة الموضوع بتاعة مصر اللي اتحطت على 2016 اسمها خطة المية مستدامة وبقى فيه تشجيع من العالم كورلو للعمار الخضراء اللي ما بقاش فيها نبعثات كربونية فيها تدوير المخلفات إنها المخلفات اللي طالعة من العمرات أو المباني يعاد تدويرها تاني وما تلوث البيئة اللي ده الدولة بتتفادى دلوقتي في المشروعات فعلا العاصمة الإدارية كده العالمين الجديدة كده المنصورة الجديدة كده وبقى فيه حوافز أخرى اللي بيقدر اللي بيشتغل بعوامل فيها استدامة يعني بتعمل جودة حياة فأنا كمستثمر جاي عارف إن الأماكن دي أو المشروعات دي فيها استدامة فعلا فعلا وبتعلن بتفيد في التسويق إن أصبح النهاردة موضوع المناخ دايما نتكلمك على المناخ والبعثات الكربونية الناس جايزة مش فهم الحتة دي لا الكوكب فعلا كان بصدد إن هو يعني يحصل بمشاك كتير أو درد حارة ترتفع وأول آخره لدرجة إن هما فرضوا 2016 لما عملوا مؤتمر في باريس إن يجب على الدول الغنية إنها تساعد الدول النامية اللي هي تضررت من جراء الثورة الصناعية اللي حصلت في 1800 و1900 في أوروبا وقدت إلى تلوث الكوكب إن هما يتغرموا أو يدفعوا للدول النامية اللي تضررت مئة مليار دولار سنويا أي نعم الدول دي مش عايز تتفع حاجة إنما الدول النامية بتطالب وبتطلب حقها لأن فعلا هي تضررت وبقى في موضوع الستدامة ده شغال ومصر صداقة ومفروض سنة 20-35 تكون مصر تقريبا بتستخدم 70% من الطاقة بتاعتها طاقة نظيفة وطبقا للمعايير العالمية لو عنقول كلمة بقى للمستثمر نختم بيه المستثمر المصري يعني العقار هو أحسن ملاز آمن لاستثمر فلوسك هو أحسن بالدهب أحسن بالدولار أنت عشان تشتري دهب محتاج تشتري بالمبلغ كله عشان تشتري الدولار هشتري بالمبلغ كله إنما أنت العقار تقدر 14-15% تحجز وحدة سكنية تمانها 5 مليون تحجزها بمليون يبقى أنت سبتت سعر 5 مليون العقار بس بشرط أنك تشتري من مطور يكون لي تسليمات اشتري مساحة مناسبة اشتري خد معك مهندس خد معك محامي يأمنك ويشوف لك الورقة بتاعك اشتري لوكيشن اشتري من المكان يكون ليه إدارة ما تشتريش حاجة بدون إدارة صحيح إحنا بشكر حضرتك جدا يا بش مهندس يعني استفدت المعلومات كتيرة جدا أعتقد كل اللي بتفرج علينا استفاد منها أنا شخصيا استفدت من حضرتك جدا بش مهندس محمد البستاني نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام الغرف التجارية ورئيس جامعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية يعني احنا بنشكر وجود حضرتك جدا شكرا لشيكو ودائما منغور نفسك شكرا لحضرتك فان شكرا لشيكو مشاهدينا كده خلصت فقرتنا وهنروح مع بعض الفقرتنا الثانية خليكم معنا شكرا لشيكو اشتركوا في القناة